فاللقاح المتعلق طبعاً بكورونا هيبقى برضو نفس الكلام جرعتين بقى تدي بقى مناع القد ايه ده اللي لسه محدش عرفه هان اه توقعاتك امتى هيكون فيه لقاح لانه لقاح او يعني يتم صنعه ده بياخد سنين طويلة جداً بياخد سنين بس فيه تصارع دلوقتي بين دول العالم لاكتشافة وتصنيع لقاح يعني مع متابعة حضرتك تقريباً ممكن امتى يكون عندنا فاكسين انا يعني انا عايز على نوصة غريب جداً عن اللي انت قلتيه ده احنا كان بياخد عشر سنين كان عشر سنين عشر سنين اوات خمس واشر سنة فيه لقاحات قعدة خمس واشر سنة احنا دلوقتي ما فيه ستة شهور احنا الجدول الزمني موجودة عمل الزهايب احنا في واحد ديسمبر فيه اربع لقاحات من العشرة هيقدمه موافقة طريقة موافقة مشروطة للقاح لو تمت الموافقة عليه احنا معناها ان في اخر ديسمبر ممكن حد ياخد اللقاح بس ده مش معناها انتهاء التجارب يعني التجارب السرية مرحلة التالتة هتخلص اصلاً في عشرين اتنين وعشرين فاحنا هنفضل حتى لو خدنا اللقاح في اول عشرين واحد وعشرين على مستوى العالم كل الناس اللي بتاخدوا اللقاحات بيتم دراسة الفعالية بتاعته لغاية ما تخلص الدراسات في عشرين اتنين وعشرين لكن احنا الجدول الزمني ان في ديسمبر ممكن يبقى فيه لقاح موجود في السوق فمارس غالباً هيكون ابتدى يبقى موجود لقاح في مصر سواء ما بين الصيني الروسي او الامريكي ومن اول مارس هيبقى موجود لتلات فئات موجود للناس اللي هو الكادر الطبي طبعاً وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة دول تقريباً عدده ماد احنا عندنا نصف مليون كادر طبي وعندنا في حدود 12-13 مليون شخص كبير في السن اكتر من خمسين وعندنا نفس العدد او 15 مليون امراض مزمنة يعني همش محتاجين اكتر من 25 مليون جرع مسلا دكتور اسلام انا قدامي دقيقة اخيراً عايز انا صاقح من حضتك واحنا نتكلم عن المضادات الحيوية ايه اللي نعمله ايه الممارسات الصحيحة اللي احنا نعملها علشان يعني نحمي نفسنا من اي فيروسات او من اي بكتيريا ضرر احنا يعني خلينا نقول حاجة سريعة جداً مضادة الحيوي ميفاش تاخد منه جرع واحدة او جرعتين مضادة الحيوي لازم تاخد الكورس كله مضادة الحيوي لازم اتكتب عن طريق دكتور ودكتور شاطر اكل معين ناكله عشان يقتل الفيروس ما بيتعليكش مضادة حيوي الاحسن ان انا قوي مناعتي اقويها ازاي اقويها او احسنها ازاي بان انا بقى باكل كويس وبنام كويس وسترس البتاعي قليل ده اهم ثلاث حاجات عشان اخلي المناع بتاعتي بالانس ده سريعاً جداً والحاجة الاخيرة اي مضادة الحيوي لا يقي من كورونا الكورونا ملهاش علاقة من مضادة الحيوي اللازم يكتبه برضو طبيب اشتركوا في القناة